اشتركوا في القناة ومميزات هاي البلدات بالتفصيل راح اذكركم اياها طبعا خلونا ندخل للبلدات اللي عدنا اول شي راح اوضحكم اياه اللي هو الـ ongoing directive هذا البلد مثل ما تلاحظوه قدامكم الـ ongoing directive خلوني اشرح لكم اول شي المميزات اللي موجودة عليه هذا البلد يتكون من 6 قطع تقدرونوا تخلوها اضافة كل ما تخلي قطعة اضافية راح يعطيك ميزات اضافية الميزات هاي بالتسلسل لو خليت قطعتين راح يعطيك 20% مهارة التحكم بالسلاح طبعا مهارة التحكم بالسلاح هواية شباب اصدقائي يسألوني على مهارة التحكم بالسلاح شنو هي مهارة التحكم بالسلاح مهارة التحكم بالسلاح هي كل شي موجود بالسلاح كل مهارة موجودة بالسلاح يعني تشمل السلاح سواء كانت سرعة تلقيم ثبات دقة تبديل السلاح سرعة الايم عندك سرعة السكوب هاي كلها مشمولة ضمن المسمى اللي هو الوابن هاندلينج او مهارة التحكم بالسلاح اتمنى يكون هذا واضح للكل خلونا نرجع للبلدات لو خليت ثلاث قطع من هذا البلد راح يعطيكم 25% burn damage اللي هو ضرر حرق لو خليته اربع قطع راح يعطيكم 25% ضرر نزيف لو خليته خمسة او ست قطع طبعا ما تغير شي عن التسريبات اللي ذكرتها بالفيديو السابق خمس قطع راح يجمع لك الموارد اللي موجود على مدى اربعين متر كل ثلاثين ثانية ست قطع كل ما تقتل هدف بالسلاح اللي عندك راح يعطيك عتاد مميز للأسلحة الاخرى خلوني اراويكم شلون تنجمع الموارد اللي حواليكم كل ثلاثين ثانية خلونا ننتظر شوي راح تشوفوها انه هي شغلة مثل النبضة مثل ما تلاحظون قدامكم مثل النبضة تبتعد من عندك وترجع مرة ثانية تكون جامعة لك كل الموارد اللي موجودة حواليك وهذا شي حلو طبعا ما راح يكون عندك نقص بالعتاد اللي دايصير عندنا دائما لو استخدمت هذا البلد لانه عني استخدمته وفعلا مميز انه يجمع لك كل العتاد اللي موجود حواليك هذا كان بالنسبة لل خلوني اراويكم البلد الثاني واوضح لكم مميزاته ايضا هنا الترو باتريوت هذا البلد مثل ما تلاحظون ايضا يتكون من ست قطع مميزات الست قطع موجودة قدامكم هنا على الجهة اليمين لو خليت قطعتين راح يعطيك 10% ضرر درع العدو لو خليت 3 قطع راح يعطيك حماية من النخبة بنسبة 10% لو خليت 4 قطع راح يعطيك اضافة 10% دروع خليت 5 او 6 قطع ما تغير شيء ايضا عن التسريبات تلاحظون انه تميز الاهداف بالوان الاحمر والابيض والازرق وكل لون راح يعطيك شغلة مميزة اللون الاحمر راح يقللك الدمج اللي يجيك من هذا الهدف اللون الابيض راح يعطيك دروع اللون الازرق راح يعطيك سرعة مهارة القطعة السادسة راح يعطيك فول فلاك طبعا هاي الالوان هي الوان العلم الامريكي وراح تلاحظون هذا الشيء لما تعطون ضرر الاهداف وانتو دا تستخدمون هذا النوع من البيلد لو خليتوا استدقطاعي يعطيكم ميزة الفول فلاك الفول فلاك تغيرت شوي يقولك لو لو عطيت لو عطيت كل الالوان لهدف معين وبعد ما تعطي ضرر لهذا الهدف كل الاهداف اللي موجودة حواليه واللي مميزة بألوان سواء كانت أبيض أحمر أزرق مي فرق راح ياخذون ضرر بنسبة 25% من الضرر اللي تسبب لهذا الهدف راح أوضح لكم هذا الشيء بشكل عملي أنا حاليا بالشوتينغ رينج خلوني أوضح لكم إياها وأراويكم شلون تعطون الألوان الألوان للأهداف مثل ما تلاحظون من التأيم راح تشوف انديك هنا اللون دا يتغير كل أربع ثواني يتغير هذا اللون حاليا أبيض صار أزرق بتغير للون الأحمر فتشوفون قدامكم هاي الألوان راح أوضح لكم إياها أول شيء بالأبيض أعطيناه اتميز هذا الهدف باللون الأبيض راح نعطي هذا الهدف ضرر باللون الأحمر راح نعطي هذا الهدف ضرر باللون الأزرق خلونا خلوه يتغير للون الأزرق تلاحظون قدامكم دا أعطي ضرر لهذا الهدف هذا الهدف حاليا أخذ العلم الكامل مثل ما تشوفون قدامي كل الألوان صارت متواجدة على هذا الهدف فأول ما أعطي ضرر لهذا الهدف راح تلاحظون الهداف اللي موجودة على اليمين واليسار راح يأخذون ضرر بنسبة 25% دا تلاحظون قدامكم الأرقام اللي دا تطلع هنا فهي الميزة السادسة بالنسبة لهذا البلد طبعا هذا البلد أشوفه بلد مميز جدا وموجه مباشرة للوفلاين ما أعتقد أنه بمواجهات البي بي بي راح تستفاد من هذا البلد حاليا أيضا أنا إذا أشوف أنه البلدات الهاي اند أقوى بهواية وبيها مميزات أكثر خصوصا للأشخاص اللي يلعبون بي 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 طبعا البلدات اللي لونها الجولد حاليا أشوفها بعدها أقوى وبيها مميزات ومهارات طبعا بالمناسبة خلونا أوضح لكم شغل اللوخ مثل ما تشوفون البلدات هاي البلدات المميزة اللي نزلت باللون الأخضر ما بيها مهارات إضافية يعني ما بيها مهارات موجودة ضمن البلدات مثل ما موجود عدكم بالهاي اند راح تلاحظون اللون الأصفر بتجويا مهارات تالنت بينما اللون الأخضر هذا كلهم يجون بدون مهارات فقط بهم المميزات اللي موجودة من القطعة الإضافية اللي تخلوها هذا كان بالنسبة للبلدين اللي موجودين طبعا البلد الثالث ما وقع لي أي قطعة من عنده لا إلي ولا الأصدقائي من البارحة مدى نعرف شنو ممكن يكون خلل ممكن أكو حيلة بالموضوع راح أشوف لكم إياها إن شاء الله قريبا وأسرع طريقة راح أوضح لكم إياها حينما تحصلون هاي القطعة طبعا أسرع طريقة إنه تتقاسمون اللوت اللي عدكم وتختارون نوع معين حتى تجمعوه يعني لا تلعب لوحدك نهائيا نصيحة أولى حاول تشارك القطعة اللي توقع ويا أصدقائك وأصدقائك يشاركو لك القطعة اللي أنت تحتاجها يعني تختار نوع بال... على سبيل المثال أنا ويا أصدقائي اختاريت الـ Ongoing Directive أول شيء وصديقي يختار الـ True Patriot فبدين المهمة كل ما توقع لي قطعة من الـ True Patriot أشاركها إلي وكل ما توقع لي قطعة من الـ Ongoing Directive يشاركها إلي فأول مهمة خلصناها إحنا جامعين سيد كامل من كل نوع رجعنا لعبنا المهمات البقية وسوينا نفس الشغلة وجمعنا بالعكس هالمرة أنا جماعة الـ True Patriot وهو جماعة الـ Ongoing Directive وأيضا بشكل سريع تقاسمنا القطعة وحصلنا سيد فقط بمهمتين أتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لكم وأي شغلات جديدة طبعا إضافات حاليا هواية صارت باللعبة رح أحاول أوضحكم إياها إن شاء الله بالفيديوهات القادمة أي سؤال عدكم تقدروا تكتبوا بالتعليقات وأجاوبكم عليه بأسرع وقت ممكن تحياتي لكم وأشوفكم بالفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا